توافق أسترالي نيوزيلندي في السياسة تجاه جزر المحيط الهادئ الذي لا يبدو هادئا مع حجم التوتر المتصاعد بسبب تزايد نفوذ الصين في المنطقة نفوذ بات يثير قلق الدول الغربية بشدة وفي خضم هذه الجهود التقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردران ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألفانيز في أستراليا للبحث المواقف والتحركات بشأن النفوذ الصيني في المحيط الهادئ نحن حارسون جدا على العمل جنبا إلى جنب مع شركائنا في المحيط الهادئ التهديد رقم واحد في نظر جيراننا في المحيط الهادئ هو الصين الاتفاقية الأمنية بين الصين وجزر السليمان لم تمر مرور الكرامة فقد أيقظت المخاوف في كل من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة من أن تمهد هذه الاتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية صينية في منطقة المحيط الهادئ ولكن برغم النفي الصيني لا تزال المخاوف قائمة نحن جميعا جزء من المحيط الهادئ وأتطلع بشدة للعمل ليس فقط مع نيوزيلندا ولكن مع شركائنا الآخرين في المحيط الهادئ للتأكد من أننا ندافع عن السيادة الوطنية في مواجهة النفوذ الصيني وفي ظل الجهود لتحجيم النفوذ الصيني المتصاعد في المحيط الهادئ يعمل رئيس الوزراء الأسترالي ومنذ الساعات الأولى لانتخابه على التحرك بشكل متسارع عبر لقاء قادة وزعماء العالم حيث التقى في توكيو بعد ساعات من تنصيبه الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني ورئيس الوزراء الهندي وتصب كل هذه الجهود في سبيل بحث ومناقشة التهديد الأمنية الإقليمية الذي تشكل صين على سيادة جزر المحيط الهادئ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر